موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والباحث والفنان التشكيلي الأردني ياسر أبو طامة تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نقضي جولة في رحاب الشاعر لأنها الجرح كلهم نكأ لا فرق من آمنوا ومن صبأ مروا ثقالا مروا ثقالا على الفرات بكى كما بكت جنات لها سبأ لم يبصروه لم يبصروه وكلهم نظر وكل عين نرنت له فقأوا كأن كل الصواب فعلهم وكل ما دون فعلهم خطأ لله ما أجود الشعوب لله ما أجود الشعوب روت تربا دماها وكلها ضماء إن ينضب الزيت فهي باقية مشكاتها كم أنارها الحماء كأن بغداد أصلها ذهب كأن بغداد أصلها ذهب رغم الملمات ما له صدأ تبدو متى ما بدت بحلتها قشيبة إذ من حولها ترأوا لو علموا حق قدرها لجثوا وقبلوا الأرض قبل أن يطأوا لو علموا حق قدرها لجثوا وقبلوا الأرض قبل أن يطأوا لم يضبطوا الوقت فالحياة على ميقاتها تنتهي وتبتدأ كأنها حين النفخة اجترأت فجاء من نسله قد اجترأوا من حين لم تعرف الدنى لغة ومثلها ما لم يفقه الملأ والآن للحزن خير من سأة والآن للحزن خير من سأة على سواها لم يلف متكأ إن قيل بغداد فالدموع هنا سيل إذ الحزن الماء والكلأ إني وحزن العراق من الأدمي يهتاج بي شوك كلما هدأوا فليت عشق العراق يبلغه أو ليته عني بلغ النبع بعد هذه الجولة في رحاب الشعر أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي أنا الشاعر علي البتيري أقدم لكم نفسي كما أقدم ديواني نهر لشجار العاشق هذا الديوان صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع بدعم من وزارة الثقافة الأردنية يضم هذا الديوان العديد من القصائد وإذا رجعت إلى الفارس نجد أنه يضم أكثر من أربعين قصيدة القصائد معظمها ملتزم بالهم القومي والإنساني كما في الديوان العديد من القصائد المقاومة التي تنتصر لفلسطين وتنتصر لانتفاضة شعب فلسطين والكثير من القصائد على الشعر التفعيلة من الشعر الحر ولكن هناك أيضا قصائد عمودية ملتزمة بنظام الشطرتين أو بالقصيدة البيتية حقيقة هذا هو الديوان التاسع وقد أصدرت قبل هذا الديوان ثمانية دواوين أذكر منها المتوسط يحضن أولادة لوحات تحت المطر شبابيك أتعبها الانتظار للنخيل قمر واحد وأغنيات عاشق المطر أيضا وقبل هذا الديوان أصدرت ديوان القدس ليست بعيدة أحب أن أختار أبيات من قصيدة نهر لشجر العاشق موجودة على غلاف الديوان الحب ليس تجبرا وتملكا للغير أو ظلما له أحكام الحب غيم مرسل أمطاره للضامئين وبرقه البسام بشرى لنهر حالم بضفافه تتعانق الأشجار والأنسام الحب إيثار ونبع تودد في الروح تعرف سره الأحلام الحب الحب إيثار الحب إيثار ونبع تودد في الروح تعرف سره الأحلام والحب عدل للقلوب وليس في قاموسه الأسياد والخدام بمذاهب العشاق هذا مذهبي وأنا له متصوف وإمام بمذاهب العشاق هذا مذهبي وأنا له متصوف وإمام أرجو لكم قراءة ممتعة لهذا الدواء الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا أشكالا متنوعة ممتعة تابعوا معنا هذه الفقرة عن الخط العربي أهلا وسهلا مرة أخرى بالجميع في مصطلحين أو مفهومين خلينا نحك فيهم قبل ما ندخل بموضوع العجال السريعة هذه في مفهوم الثقافة ومفهوم الحضارة الثقافة محلية والحضارة عالمية الثقافة صعب تنتقل من أمة إلى أمة أو مكان إلى مكان إلا بشروط قاسية وصارمة يعني سنقول سواء طبعا أنا عندما أتكلم عن الثقافة أتكلم عن لهجة عن المأكل عن الملبس عن السلوك العادات التقاليد التي تميز منطقة معينة عن غيره ولكن عندما أتكلم عن الحضارة فأنا أتكلم عن علم يمكن أو ثقاف ليس ثقافة علم يمكن أن ينتقل إلى أمم أخرى وبتالي الحضارة بنائف وهي عبارة عن تراقب وأما ثقافة فتبقى ضمن الإطار المحلي نعود إلى السؤال المحوري ما هو الفرق وهل هناك تغاطع بين الخط العربي والفن التشكيلي الخط العربي ثقافي والفن التشكيلي أوسع من ثقافي هو أخذ الناحي العالمية لا نقول يعني كلمة حضارة كان مربوطة أكثر بالبنيان والعمران والهندسة والرياضيات والفيزياء هذا عندما نتكلم عن الحضارة لا نريد أن ندخل في هذا المتاء ولكن اللون لغته عالمية والخط لغته محلية طبعا عندما أتكلم عن الخط العربي يعني نبريل العربي وعندما أتكلم عن الخط الصيني فيخص الصين بعدما أتكلم عن الخط اللاتيني فهو يخص الغرب إذن بدأت فكرة المزاوج أو التقاط أو إيجاب منطقة مشتركة ما بين هاتين النقطتين عن الخط العربي والفن التشكيلي يمكن في خمسينيات القرن الماضي وكان للفنانين العراقين دور بارز فائق حسن ومجموعته وجماعة البعد الواحد وجواد سليم فيما بعد جعل فنين العراقيين وحاولوا ردم الهوى ولكن المشكلة وين كانت كانت أن كل الأسماء العظيمة التي ذكرناها رحمة الله على من مات منهم والعمر الطويل لمن هو حي لم يكونوا خططينهم كانوا فنين أكثر فبتالي كانت الردم الهوى أعتقد فيها كثير من مشاكل دخلنا في القرن الحالي وأصبحت الفجوة ما بين الخط وما بين الرسم أو ما بين اللون أقل من البدايات مع أنه كمان مرة أنا أركز البدايات كانت لتلك الفترة فترة ثمانينات القرن الماضي عندما تلك الفترة وما قبل ذلك كان حتى في السبعينات ظهرت في مصر في العراق رقم واحد وفي مصر وسوريا رقم اثنين كانت بوادر اللي هي النقل الخط العربي من الثقافة المحلية إلى العالمية أو إلى المدار الأوسعة والآن طبعا بفضل وجود تكنولوجيا وسائل الاتصال والآخره أصبحت العملية في تقديري أسهل وتعرفنا وانفتحنا على كثير من الثقافات التي كان متعذر علينا كفنانين أن نتناولها في التاريخ السابق اللي هو الثمانينات وسبعينيات القرن الفائد وهنا يعني أقول من يريد أن يعمل في هذا المجال للأمانة يعني الخط كما قلنا هناك أشكال متعددة هناك نحية فلسفية هناك الكثير من الأنتروبولوجيا والتاريخ الشائك لا أقول معقد وفي المقابل الرسم هناك اللون والعلاقات اللونية والألوان الدافئة والألوان الباردة وطريقة الانتقال إذن نتكلم عن علميني أو لنقل طريقتين مختلفتين بالتوجه طبعا هذا الأمر اللي هو قضية رد من هو أو التقارب ما بين الخط والفن التشكيلي هو ما يسمى بالعربية بالحروفية ويسمى باللاتينية باللترينج آرت وأعتقد أن المستقبل يحمل الخير والإيجاب في هذا الاتجاه نحو نقل الخط العربي من الإطار المحلي أو من إطار الثقافي إلى الإطار الحضاري أو الإطار العربي أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة والشاعر والباحث والفنان التشكيلي الأردني ياسر أبو طعمة فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك سيد ياسر ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرافذين أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وكل الحب والتقدير والشكر لشخصك الكريم ولي قناة الرافذين الحبيبة على هذه الفرص التي تتيحها لنلتقي من خلالها مع حبائنا في الأردن وفي الوطن العربي واسمح لي أن أقول صباح كقطر الندى في مبسم الوردي بقدر مزيد الشوق أو منتهى الودي صباح وتكريم وعطر محبة كمرتاح المشوق من غير ما وعدي صباحكم خير وبركة جميل وصباحك أيضا وكل أوقاتك حياك لسادي ياسر فرصة طيبة حضرتك شاعر أصدرت عدة دواوين شعرية وباحث ألفتك كتبا كثيرة في الأدب والتاريخ وفنان تشكيلي لك مسيرة غنية في هذا المجال إلى ماذا تطمح بهذا التنوع أطمح لأن ينتشر هذا العلم من مؤلفات في التحقيق وفي التأليف وخاصة ما يخص التاريخ الأندلسي وتاريخ الأدب الأندلسي والمخطوطات التي حققتها في مجال الفقه الشافعي وفي مجال التراجم والسير أن تصل إلى جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي لينهل منها طلبة العلم وأهل العلم وخاصة طلبة الدراسات العليا جميل يعني أنا قلت في بداية أن أصدرت عدة دواوين شعرية أصدرت عدة كتب في التاريخ والأدب أصدرت لك مسيرة لوحات كثيرة وشاركت في معارض فنية وطمعا سؤالي كما قلت لك أنه أريد أن أقف على هذا التنوع إلى ماذا تطمح الآن هناك مساحة واسعة في شعرك لوجع العراق فمن بغداد إلى الموصل تناولت وجع بغداد أنت في أحد دواوينك كيف تعاملت مع هذا الوجع هذه القصائد أو جموعة القصائد التي تناولت الوجع العربي صدقا على وجه العموم ووجع فلسطين والعراق على الوجه الخاص والوجه البارز ذلك أن القدس وبغداد هذان عاصمتان للشهداء والتضحية ولمقارعة الأعداء ومنذ فجر التاريخ ديوان للقدس سلام ولبغداد تحية القدس وبغداد أخذ هذا العنوان في هذا الديوان لأن لهما الجل والحجم الأكبر من القصائد رغم أن هذا الديوان يحتوي على قصائد لليمن الشقي يحتوي على قصائد لسوريا يحتوي على قصائد لما حصل في ليبيا أنت أبدلت الشقي نعم أبدلت أبدلت اليمن السعيد إلى اليمن الشقي فالآن هو اليمن الشقي بما يعانيه من الويلات الإنسانية ومن خيبات الحروب التي فرضت على الشعب اليمني الشقي الذي وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة القلوب فهم يعانون الآن في سوريا معاناة في العراق معاناة في فلسطين معاناة هذا الديوان جمع الهم العربي وما كان يسمى بالربيع أو الخريف العربي في ديوان كامل فكان فيه قصائد لجميع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لألفتن والثورات وويلات الحروب وما تحمله هذه الحروب من ويلات إنسانية جراء تعاقب الحروب والتبدلات اليومية في أحوال الشعوب إذن هو العنوان للقدس سلام للقدس سلام ولبغداد تحية إذن هو امتداد الجرح والوجع نسمع شيء من هذا الديوان قصيدة كنت قد كتبتها في ثورة العراق سنة 2019 ميلادية أقرأ منها بضعة أبيعات نعم هي ثورة تشرين أقول أسرج خيولك يا عراق ونادي أين الأصائل في سبيل جهادي أين الأماجد أين شعب ثائر الموت طاب على تراب بلادي نعم الشهادة في النفيس مشرف في دحض ظلم أو قتال معادي فجواد مجدك يا عراق وإن كباء من عثرة الأياب والأنداد فلسوف ينهض صاهلا ومحمحما إه في ذلك يا ضحى الأمجادي جميل جميل أحسنت اشتغلت من ضمن الكتب التي اصدرتها في مجال الأدب والتعريخ على تاريخ الأندلس وأصدرت عدة كتب منها محمد بن أبي عامر في الشعر الأندلسي عبد الملك الجزيري كاتبا وشاعرا خاتم بلغاء كتاب الأندلس تأريخ مدينة طليطة للأندلسية صلى في تأريخ علماء الأندلس قضاة قرطب وديوان شعر تحت عنوان الأندلس عشق لا ينتهي ما سر هذا الاهتمام بالأندلس ولطالما سؤلت هذا السؤال السادة محمد نعم الأندلس هو الفردوس المفقود وهو العشق الذي لا ينتهي وهو الجرح الذي لا ينتهي ما يزيد على ثمانية قرون من المجد والعز والحضارة والثقافة والفكر والازدهار لأمة الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ فتحها وحتى قيض الله لهذه الأمة أن تخرج من شبه الجزيرة الأيبيرية في القرن التاسع الهجري نعم الأندلس هي الفردوس المفقود التي فقدتهم الأمة العربية والإسلامية رغم أنها لو تمسكت بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الخلفاء من بني أمية لكننا الآن موجودون في تلك البقاع وفي تلك الأسقار الأندلس تلك الحضارة نعم أقدم الجامعات كانت في قرطبة نعم كان طلاب العلم يأتون من أقاصي أوروبا لطلب جميع أنواع العلوم في قرطبة وإذا ما أنهوا هذه الدراسة عادوا إلى بلادهم مفتخرين بأنهم حاصلين على إجازات من مشايخ الأندلس وقرطبة كان من يحصل على شهادة من البلاد الأندلسية في بلاد أوروبا هو مميز في جميع أحواله وكانوا يعينونهم سفراء كانوا يعينونهم سفراء لما يحملون من علوم مختلفة الأندلس كان يطلب بها جميع أنواع العلوم ولذلك قبل بضعة أيام انتهيت من دراسة موسعة فيما يقرب من ثمان مائة صفحة تحمل عنوان الحياة العلمية والفكرية والأدبية والثقافية في قرطبة عصر الدولة الأموية تحمل في طياتها جميع العلوم التي كانت تطلب في ذلك الأوان وفي ذلك الزمان مع العلم بأن المسلمون في البلاد الأندلسية كانوا على فكر واسع بشتى أنواع العلوم الطبية والرياضية والأدبية والشرئية والفكرية وبما يخص الفلسفة والمنطق وغيره من العلوم فللأندلس المكان المرموقة في نفس ذلك الفردوس المفقود حبا وعشقا وتقديرا من يكتبون عن الأندلس هم قلة في هذه الأيام صدقا ولذلك أعتبر إن شاء الله دراساتي هي دراسات مساندة لمن سبقوني من الدراسات في هذا الشين وفي هذا المجال وخصوصا لطلبة العلم فأنا أتواصل مع مئات الطلبة في بلاد المغرب العربي في ليبيا في الجزائر في تونس في المغرب الدراسات العليا ممن يحتاجون هذه الكتب فأرسلها لهم إما من خلال بي دي أف أو من خلال إرسال دور النشر ليتواصلوا معهم فهم يقولون أن هذه الكتب يعني هذه المؤلفات التي هذه العناوين التي نتمنى أن تكون منشورة في بلاد المغرب جميع حضرتك أنت اشتغلت بهذا العمق وهذه الساعة على تاريخ الأندلس يعني بحثا ومتابعة وكما قلت لأن هناك فكر عميق هناك إلمام بقواعد الشريعة الإسلامية وهناك كبير من العلماء تزخر بهم الأندلس يعني ألا تقف مثلي ومثل كثير من العرب والمسلمين في حيرة أمام التشردم الذي أصاب الأندلس يعني كل الولاة يفترض أنهم كانوا يحكمون بالكتاب كتاب الله المصحف الشريف والسنة النبوية هذا التشردم إلى ماذا يعزى؟ هذا التشردم أستاذ محمد بعد أن سقطت الدولة الأموية سنة 399 هجرية بدأ الضعف يدب في جسد الدولة الإسلامية وبدأت الممالك النصرانية في الشمال الإسباني في قشتالة وفي ليون وفي برشلونة وفي ناظار وغيرها من الممالك الأندلسية التي كانت قد قويت في تلك البقاع بدأت أيضا تأكل في جسد الدولة الإسلامية وهم قد وجدوا ملوك الطوائف الذين تسلموا زمام الأمر في ذلك الزمان وجدوهم أجمل صديق فتعاونوا معهم وكان المسلمون يدفعون الإتاوات والضرائب لألفونسو السادس والفونسو الثامن ملوك قشتالة وليون من أجل السكوت عليهم ولذلك بدأت حبات المسبحة كما يقول المرحومة دكتور محمد عبد الله عنان تتساقط الواحدة تل والأخرى بابتداء من طليتلة وهي موسطة الأندلس وهي أحصن مملكة في شبه الجزيرة الأيبيرية قاطبة فهي محاطة بنهر التاجو من ثلاث جهات والجهة الرابعة موجود عليها القنطرة هي أحصن مدينة وقد سلمها القادر ابن ذنون تسليما لألفونسو السادس على أن يختلع له مملكة بلانسيا من حاكمها المسلم لتكن مقابلة طليتلة بعد سقوط طليتلة كانت معركة الزلاقة نعم حين استنجد ملوك الطواف بالأمير يوسف بن تشفير رحمه الله وكانت معركة الزلاقة انتصر بها المسلمون انتصارا حاسما قيل أن عدد القتلى في جيوش قشتالة قد بلغت ما يزيد على ثلاثمائة ألف ثم جاء دور الموحدون ثم جاء دور بني مرين كانت القوات المغربية تعزز وتساند القوات الأندلسية في كل حين لكن كان ملوك الطواف في كل مرة يخادعون ويذهبون للتعاقد والتعاهد مع ملوك قشتالة ضد إخوانهم في المغرب دائما يستجدون طبعه نعم نعم مقابل الكرسي ومقابل المنصر نعم دائما كانوا يستجدون بيوسف بن تاشفين يوسف بن تاشفين هذا دور المرابطين لماذا اختلف يوسف بن تاشفين مع المعتمد ابن عباد وألقاه في السجن المعتمد ابن عباد كان من أعظم ملوك ملوك الطواف نعم كان من أعظم ملوك الطواف في بلاد الأندلس رغم أن ما كان يحويه من ممالك ومن مدن كان قد اختصبها والده من أخوته ملوك الطواف بالحيلة والخدعة والحرب المعتمد ابن عباد خلافه مع الأمير يوسف بن تاشفين لأنه بلغ يوسف بن تاشفين في بلاد المغرب العربي بأن ملوك الطواف وعلى رأسهم المعتمد ابن عباد قد عادوا للتصالح والتعاهد مع ملوك قشتالة أو ملوك قشتالة أنفونسو السادس ودفع الإتوات لهم فجاء بعد أن استشار فقهاء المشرق والمغرب في خلع ملوك الطواف يوسف بن تاشفين لم يخلع ملكا من ملوك الطواف من قرار من ذات نفسه أو في جماعته المرابطين وإنما أخذ الفتاوى من بلاد المشرق العربي ومن بلاد المغرب العربي لخلعهم وتم ذلك وأودعوا السجن كغيره من ملوك الطواف التي تم خلعهم مثل عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة وغيره ولكن لماذا كان الصخط على المعتمد ابن عبات مميزا ذلك أن المعتمد ابن عبات حينما قدمت إليه القوات المرابطية لتسلم إشبيليا صلحا وقد عرضوا عليه أن يسلمها دون قتال استنجد بألفونسو السادس في قشتالة وجاءت جيوش من قشتالة وفتكت بالجيوش المرابطية أجل فكان عقابه أشد وأنكى من غيره من ملوك الطواف إذن هذا السبب الرئيسي هذا السبب الرئيسي الذي بنتشفين على المعتمد نعم أمثال ابن حيان أمثال صاحب كتاب المعجب عبد الواحد المراكشي أمثال ابن عذاري المراكشي أيضا جميع المؤرخون في تلك الحقبة قد أجمعوا على هذا السبب الرئيس في خلع ملوك الطواف وفي النكاية المشددة بحق المعتمد ابن عبات وعائلته سنكون بعد الفاصل مع ذرتنا السادس ياسر فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والباحث والفنان التشكيلي الأردني ياسر أبو طام معاودي لك سادس ياسر حبا وتقديرا حياك الله كنا أتحدث عن غضب يوسف بن تاشفين على المعتمد من عباد وألقاه في السجن وحضرت قدس أنه هناك حالة غدر وحالة مؤامرة نعم أكثر الشخصيات الأندلسية التي اشتغلت عليها وخصصتها بالبحث هو الشاعر الوزير أبو مروان عبد الملك الجزيري من أهلي قرطبة ألفت فيه كتابين كتاب الخاتم بلغاء كتاب الأندلس وأبو مروان كاتبا وشاعرا يعني ما الذي يثيرك في هذه الشخصية هذا هو الكتاب الأول نعم خاتم بلغاء كتاب الأندلس وهذا العنوان هو مقتبس من كلام المؤرخ ابن حيان حينما يقول به ختم بلغاء كتاب الأندلس الدراسة الأولى كانت تتحدث عن عبد الملك الجزيري الأندلسي وقد كان وزيرا في دولة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر والذي كان حاجبا للخليفة هشام المؤيد بالله من سنة 392 وحتى سنة 366 وحتى سنة 392 الحاجب المنصور الذي طار ذكره في الآفاق هذا كان وزيرا في دولته ولكن لشدة بلاغته وقربه من الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وقد كان كاتبا ووزيرا في دوان الرسائل هو من ينشئ المخاطبات على لسان المنصور محمد بن أبي عامر وينشئ كتب الفتح ويرافقه في جميع غزواته وهذا قد أحرق قلوب الشعراء المعاصرين لعبد الملك الجزيري فأكثروا فيه الوشاية حتى قبض عليه المنصور العامري وأودعه السجن في سجنه أو في محبسه كتب قصيدة إلى أبنائه والقصيدة مصنفة في الآداب والسنة لأنه يحث أبنائه على اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومكارم الأخلاق وفي نهاية القصيدة يقول لأبنائه أن يراجع المنصور في أبيهم فقد عهد منه العفوة وقد عهد منه طيبة القلب وحسن السريرة القصيدة في مطلعها يصف حاله في السجن ويقول ألوى بعزم تصبري وتجلدي نأي الأحبة واعتياد تذكري ولما وصلت القصيدة إلى يد المنصور محمد بن أبي عامر مع أبنائه في يوم عيد أفرج عنه وأخرجه وبقي مع المنصور العامري حتى وفاة المنصور العامري حينما كان غازيا في مملكة قشتالة سنة 392 هجرية بعد أن تسلم ابن المنصور الحجابة وهو عبد الملك المظفر أيضا قاموا بالبشاية بهذا الشاعر وتابعوه حتى أودعوا السجن وأدخل إليه عبد سوداني وخنقه في السجن فكانت نهاية سنة 394 هجرية هو شاعر مقل جميع أشعاره تشبه المقطوعات في مديح المنصور محمد بن أبي عامر أو في وصف الزهور والرياحين والقصيدة الوحيدة التي بلغت مئتين وتسعة عشر بيتا هي القصيدة التي نظمها وهو في سجنه حينما سجنه المنصور محمد بن أبي عامر هذه القصيدة وجدتها كمخطوطة في مكتبة الأسد وكنت قد عزمت أمر تحقيقها لكن تفاجأت الأسد تحصد ناصر دين الأسد الأسد لا في دمشق مكتبة الأسد في دمشق لأن المخطوطات التي كانت في المكتبة الظاهرية في دمشق تم نقل غالبها إلى مكتبة الأسد لضيق المكان لكن تفاجأت أن المؤرخ والمحقق العراقي الكبير هلال ناجي قد حقق هذه القصيدة تحقيقا طيبا جميلا فقلت أضمنها في الحديث عن عبد الملك الجزيري وأقوم بشرحها شرحا أدبيا لأنه حققها فقط والقصيدة تحتوي على مئات الأحاديث النبوي الشريفة وهي بحاجة إلى تخريج فقمت بتخريج هذه الأحاديث والإشارة إليها فكانت هذه الدراسة عن حياة عبد الملك الجزيري كشاعر ووزير جميل كثير من الباحثين كتبوا في تاريخ الأندلس في أدب الأندلس في المشهد السياسي الأندلس ما الجديد الذي جئت به في هذه الدراسات في هذه البحوث هذا بالنسبة لأبي مروان هذان الدراستان الوحيدتان عن هذه الشخصية حتى الآن لذلك يتواصل معي كما قلت لك عشرات الطلاب من بلاد المغرب العربي ويقولون أن هذان هم المرجعان الوحيدان للحديث عن شاعر عبد الملك الجزيري سواء من خلال الحديث عن الصور الفنية أو عنوين الرسائل التي ترسو عليها من خلال لجان المناقشة هذه الدراسة مختلفة هذه تحدث عنه كاتبا وشاعرا مع فصلين عن الحياة العلمية والأدبية والفكرية في قرطبة فترة هذا الشاعر أيضا مزودة بفصلين قد تصدر الدراسة للحديث عن الحياة العلمية والفكرية والأدبية في قرطبة زمن أبي مروان عبد الملك الجزيري إضافة إلى شرح القصيدة الرائية قصيدته المطولة شرحا أدبيا وشرحا آخر تحت عنوان التناص في شعر عبد الملك الجزيري من القرآن من الأحاديث النبوي الشريفة من الأمثال العربية من الأشعار المتقدمين والذين تأثر بهم فهذه الدراسة دراسة جلية وموسعة ولم أبقي شيئا إلا وقد احتوته هذه الدراسة عن شخصية عبد الملك الجزيري كاتبا وشاعرا تفرد ياسر أبو طعمة وتميزه في هذا المجال من البحث هو هذان الكتابين تميز ياسر أبو طعمة في هذين الكتابين أن هذا الشاعر وهذا الوزير يعني لم يشمل ببحوت ودراسات سابقة كثيرة أجل دراسات جلية وموسعة لم يشمل أبدا نعم لأن قصيدته الرائية التي بلغت مائتين وتسعة عشر بيتا هي موزعة في عشرات كتب التراجم بالبيتين والثلاثة والأربعة ليست مجموعة إنما حققها الدكتور هلال ناجي أنت أوردت القصيدة كاملة في هذا البحث؟ أوردتها كاملا وشرحتها أكثر من شرح يعني شرح من خلال التناص في شعر أبي مروان الجزيري وشرح أدبي الشرح المعتاد أو الشرح التقليدي هذه القصيدة قصيدة غنية جدا بما يخص الآداب والسنة والأخلاق ومسيرتهم حتى بعد موته قد رسم لهم طريقا سويا مستقيما من خلال هذه القصيدة ويركز بأن يكونوا على قدر عالي من الحلان على ابنه الأصغر نعم على ابنه الأصغر عبد الرحمن نعم جميل ألا تلاحظ أن أغلب وزراء الذين يشتغلوا عند أمراء الأندلس هم شعراء وتعرض للسجن أجل ومنهم ابن زيدون مثلا ابن زيدون أيضا شاعر وتعرض أيضا للسجن الأسباب هي الوشاية الحسب نعم ابن زيدون قد تعرض للحبس وقد فر بن قرطبة إلى إشبيلية نعم عبد الملك الجزيري الطليق المرواني هذا من ضمن الشعراء وسمي الطليق لأنه عاش ستة عشر عاما خارج السجن نعم ثم سجن ستة عشر عاما ثم عاش ستة عشر عاما بعد خروجه من السجن نعم وسمي بالطليق المرواني وهو من ذرية عبد الرحمن الناصر أحد خلفاء بن أميتا في الأبدلس طيب المفرد كل أمراء يعملون بالشريعة الإسلامية والإسلام يعني دعانا إلى أن نتبين قبل أن نظلم للآخر لماذا يعني الأمراء لم يأخذوا بنظر الاعتبار هذا الأمر الديني والتشريعي نأخذ ابن زيدون مثلا على سبيل المثال ابن زيدون حينما تعرض للوشاية وتعرض بسرقة أموال وتعرض بكذا وكذا وكذا كان هؤلاء الوشاة قد حبكوا الأمور ودبروا الأمر ليلا فشهودهم جاهزون وأمورهم على أكمل وجه ولذلك حينما الأمراء لم يقاضوا هؤلاء الشعراء لأن القضاء أو خطة القضاء كانت في قرطبة وفي الأندلس من أجل الخطط في البلاد الأندلسية لذلك هؤلاء كانوا يحاكموا من خلال مجلس قضاء في قرطبة وكان القاضي هو من يبد في أمورهم لذلك أهل الوشاية والحسد والبغض كانوا يرتبون الأمور بحيث يصلوا إلى مآلبهم الحقيرة جميل من القتب التي أصدرتها أول دواوين الشعر التي أصدرتها القلائد اللؤلؤية في مدحي خير البرية اللهم صلي وسلم ومارك الله عليه الصلاة والسلام هل هذا الديوان كله؟ كل قصاد هذا الديوان تصف في هذا المجال؟ هذا الديوان في متح الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيه قصيدة كتبتها حينما زرت مقام الأمير القائد صلاح الدين الأيوب في دمشق كتبت هذه القصيدة وقصيدة أخرى أيضا كتبتها حينما تخيلت أين كان مقابر بني أمية في تلك البقاع حينما زرت دمشق لأول مرة وما تبقى هو في متح الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الديوان من نسمة جاء بعده دوان الآن إن شاء الله قيد الطباعة تحت عنوان إليك رسول الله عجة رقائبي هذا الديوان ربما يأتي في ثلاث مائة صفحة قصائد في متح الرسول صلى الله عليه وسلم وقصيدة في ذكر أبي بكر الصديق قصيدة في ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وقصيدة في عثمان وقصيدة في الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا قصيدة للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه قصيدة للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقصيدة لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه وقصيدة للحسن والحسين أبناء الإمام علي رضي الله عنهما جميل وذكر الصفات الحقيقية التي كان يتمتع بها هذين الإمامين الصحابيين الجليلين وهما ريحانتها شباب الجنة عليهم الرضا والرضوان جميل نتحدث عن الفن التشكيلي عن مسيرتك الفنية إحدى لوحاتك حملت عنوان هل غادر الشعراء وهو مطلع قصيدة ومعلقة أنتر بن شداد هل غادر الشعراء من متردمي أم هل غرفت الدار وغد توهمي طبعا واضح معنى البيت أنه أنتر يقول الشعراء الذين سبقوا لم يتركوا شيء إلا وقالوه المتردم هو الشيء اللي يحتاج إلى الإصلاح من كلام أو ثوب أو أرض والترقية أنه لم يبقى شيء إلا وأصلحوه بقولهم مروا على كل شيء ماذا نقول يعني تناول هذا البيت أو هذا المطلع في لوحة إلى ماذا كنت هذا البيت أيضا هو عنوان لديوان شعر لي الغادر الشعراء الديوان حمل صورة اللوحة التي رسمتها نعم وأسميتها الغادر الشعراء أيضا حملت هي اسم الديوان كانت صورة الغلاف لديواني الثاني نعم حقيقة بعد أن صدر ديواني الأول سنة 2002 وهج الدكريات وهو بما يشبه الوقوف على الأطلال في الشعر العمودي تفاجأت ببعض من يكتبون في الصحف اليومية أنه لم يبقى الآن أطلال وهل ما زال أطلال يقف عليها الشعراء كما كانوا سابقا فجاء هذا الديوان الثاني ردد على من يزعمون أنه لا يوجد الآن أطلال وأحببت أن أقول لهم أنه ما زال هناك أطلال والأطلال ليست كما يعتقدون هي ما بقي من آثار الدار أو آثار المنزل أو المكان الذي كان يتربع به القوم فأطلالنا كشعراء هي موجودة في أنفسنا والشاعر سيدي محمد كل هذا الوجود عالمه وأطلاله يكتب ويشاء فخياله الواسع يصل إلى قاصي البلاد وصدق الله إذ يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون لذلك شعرت حتى من خلال لكن في استثناء يعني أحنا بتر الآية إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هناك استثناء ونسأل الله أن نشمل بهذا بهذا الاستثناء فوجدت أن الأطلال الآن أصبحت شيء غير موجود في نفوس يعني ما يسمون أنفسهم بأصحاب النقد الحديث وبالمناسبة في دراسة موسعة من خلال يعني عدد عالم الفكر حول هؤلاء ممن ينكرون على الشعراء أن يقفوا على الأطلال أو يتخيلوا بأن يقفوا على الأطلال طيب ملعيب ملعيب نعم الآن دعاة الحداثة يعيب على الشعراء الوقوف على الأطلال ملعيب في الوقوف على الأطلال وهو طبعا جوهره والحنين إلى الوطن والوفاء إلى تفاصيل الحياة حياة السابقة يعني الصحب الحي الحياة التي عاشها الشعراء والإنسان دائما في حنين إلى هذه التفاصيل ملعيب في هذا الأمر لذلك السادة محمد غالب دواوين الشعر التي تلتزم الوحدة العضوية والبحر والقافية أو ما يسمى بالشعر العمودي الفصيح حينما يقدم إلى وزارة الثقافة الأردنية للأسف يعرض على أصحاب النقد الحديث ولذلك ينظرون إليه رأيت فكرة أحد دواوين شعري دواوين شعري وهو الأندلس عشق لا ينتهي قد كتب عليه أحد النقاب كليسيك فقط يعني هذا مرفوض فحينما راجعت قالوا لي اعتذرت اللجنة فأخذت الديوان اللي أنا كنت مرسلوا لهم في نسخة ورقية فاكتفى الناقض بأن يكتب كليسيك فقط كليسيك يعني كليسيك نعم أدخل إذا نعم داخل هذا الديوان الموسوم بالأندلس يعني هو نظر فقط إلى شكل القصاعد انظر لو دخل إلى داخل هذا الديوان ورأ أن هذا الديوان احتوى تاريخ العرب والمسلمين في ثمان مائة عام من خلال هذه القصاعد وما عاناه المسلمون من محاكم التفتيش بعد انهيار دولة الإسلام ألمهم في النهاية خرج هذا الديوان إلى النور وخرج إلى النور والحمد لله رب العالمين أسر الله لك التوفيق والنجاح ومزيد من العطاء شكرا لك الحب والتقدير شكرا لك الشاعر والباحث شكرا لقناة الراف والفنان التشكيلي والاهتمام والاتصالاتك يعني كلما صدر لي ديوان شعر يعني مباشرة الاتصالات هذا أعتبره واجب عليه ووركات نعم أعتبره واجبا علينا احتفاءك بإخوتك من الشعراء الأردنيين لأنك تستحق وأنت حريص على فكر الأمة وعقيدة الأمة أجل يعني من الكتاب القلاء الذين يحرصون على الحفاظ على تاريخ الأمة وعقيدتها سابق على هذا المبدأ لن أغير لن أغير أسر الله لك ولن أثبات شكرا لك ساد ياسر شكرا لك حبا وتقديرا شكرا لك حبيبي شكرا لك حياكم الله أعزان مشاهدين أشكر لكم حسن المتعبة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستبديعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة